اشتركوا في القناة إلى نقد ما نستطيع أن نسميه تجاوزا بسند العهد القديم ونشرع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في الحديث عن متن العهد القديم عندما نفتح صفحات هذا الكتاب فإنا نتوقع أن نجد فيه ما يوجد في كتب الأنبياء عادة من حديث عن الله تبارك وتعالى وعن أنبيائه وعن اليوم الآخر وعما يحتاجه الإنسان في دنياه وأخرى سأبدأ فأليج إلى هذا الموضوع وأتساءل ما الذي تحدثنا فيه التوراة عن الله تبارك وتعالى الكتاب حينما يكون من عند الله فإنه ولا ريب يثني على الله تبارك وتعالى ويذكره بما هو له أهل من صفات الجمال والجلال فهل كانت التوراة كذلك؟ هل كان العهد القديم؟ هل كان العهد الجديد كذلك؟ وهو يتحدث عن الله تبارك وتعالى بداية دعوني أقرر من باب الإنصاف والموضوعية التي اتفقنا عليها في أول حلقة بأنه توجد نصوص في العهد القديم وفي العهد الجديد تتحدث عن الله تبارك وتعالى فتصفه بصفات الكمال والجلال من ذلك ما جاء في سفر التثنية في الإصحاح السادس أربع على خمسة يقول الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب من كل قلبك إلى آخر هذه الوصية الوشهورة من الوصايا العشر أيضا في التثنية أربع وتلاتين على ستة وتلاتين ليس مثل الله الله عز وجل ليس كمثله شيء الأيام الثانية ستة على أربطاعش أيها الرب إله إسرائيل لا إله مثلك في السماوات ولا في الأرض إذن هناك نصوص تعظم الله تبارك وتعالى وفي المقابل هناك نصوص تسيء إلى الله تبارك وتعالى وهي على أنواع إن وجود بعض النصوص التي تمدح الله وتثني على الله في كتاب ما لا يعني بالضرورة أنه من عند الله فأي كتاب يكتبه أي إنسان عن الله ستجد فيه بعض المدحة والثناء على الله عز وجل والله أهل لذلك لكن عندما توجد في بعض الكتب إساءات إلى الله تبارك وتعالى فهذا يعني أن هذا الكتاب ليس من عند الله دعونا نتعرض لبعض هذه الإساءات وأرى بأنها تتمحور حول عدة محاور المحور الأول هل الله عز وجل على هيئة إنسان الكتاب المقدس يعرفنا بالله تبارك وتعالى بأنه إنسان أكثر من كونه إله عندما نقول إنسان أن يتصف بصفات الإنسان الجسمية والذهنية والعقلية والفكرية كما سنرى في التكوين واحد على ستة وعشرين يقول قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا آدم عليه السلام على صورة الله كشبه الله تبارك وتعالى نرب قائل يقول أنتم عندكم أيضا إن الله خلق آدم على صورته نقول من صرف هذه إلى صورة الله تبارك وتعالى فإنما يقول بأن الله خلق آدم على صورته أي عليما حكيما سميعا بصيرا على نحو يليق بإنسانيته كما الله عليم حكيم على نحو يليق بإلهيته تبارك وتعالى أما أن يقال بأن الإنسان على صورة الله تبارك وتعالى كما سنرى في التوراة فهذا مستنكر بل هو من الكفر الصرح إذن الإنسان آدم الإنسان الأول آدم مخلوق على صورة الله كشبه الله تبارك وتعالى لذلك الرسام مايكل أنجلو الرسام الشهير في العصور الوسطى ملأ الفتيكان صورا ومن بينها صور الله تبارك وتعالى وهو على شكل إنسان كبير في العمر صاحب لحية بيضاء وشعر أبيض من أين أتى بهذه الصورة الرسام مايكل أنجلو الحقيقة أتى بهذه الصورة الإنسانية لله من الكتاب المقدس في سفر دانيال 7-9 يقول جلس القديم الأيام أي لا عز وجل لباسه أبيض كالثلج شعر رأسه كالصوف النقي عرشه لهيب نار إذن الرب له شعر أبيض ولباسه أيضا أبيض في موقف آخر في الخروج 24-9 يتحدث كيف أن شيوخ إسرائيل عندما ذهبوا إلى جبل الطور رأوا الله ورأوا رجليه لكنه لم يصافحهم إذن حديثهم عن الله حديث عن إنسان عن إنسان يقول لما صعد موسى وهارون وناراب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل رأوا إله إسرائيل رأوا رأوا إله إسرائيل وتحت رجليه حلية من العقيق الأزرق الشفاف كالسماء في النقاء إذن رأوا الإله ورأوا رجليه ورأوا ما تحت الرجلين ولكنه لم يمد يده إلى أشراف إسرائيل إذن رأوا رجليه لكنه لم يصافحهم إذن تصورهم عن الله عز وجل أشبه ما يكون بتصورنا عن إنسان لكن لهم مواصفات معينة يختلف فيها عن غيره من الناس كبياض شعره وبياض ملابسه في صوئيل الثاني 22 على 7 يذكر عددا من صفات هذا الإله يقول فسمعت من هيكله صوتي وصراخي دخل أذنيه فارتجت الأرض وارتعدت أسس السماوات ارتعدت وارتجت لأنه غضب إذن الرب غضب ماذا حصل عندما يغضب الرب صعد دخان من أنفه صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكلت نار خرجت من فم الرب أكلت أعداءه جمر اشتعلت منه طأطأ السماوات ونزل الرب ينزل لكن عندما ينزل نزوله كنزول البشر يخلو منه مكان ويحل في مكان حين نقول نحن بنزول الله عز وجل فإننا نقول بنزول يليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته ولا يشابهه نزول أبدا لذلك فأي تصور إنساني لنزول الله نراه من الكفر ونراه من التشبيه الحرام بل هو من نواقض الإسلام لكن هنا الرب تأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه عندما نزل صار هناك ضباب تحت رجليه ركب على كروب الرب ركب على كروب الكروب هم طائف من طوائف الملائكة مذكورين في سفر حزقيال بعضهم له رأس أسد وبعضهم له رأس إنسان وعادة يصورون في الأفلام وفي الصور الكنسية على شكل إنسان أنثى له جناحين أبيضين في الخلف ركب على كروب وطار ورؤية على أجنحة الريح إذن الرب عندما يريد أن يتنقل بمكان إلى مكان يجلس على الكروب على هذا الملاك اللي على هيئة أنثى عادة يرسمونه وله جناحين أبيضين وهذه الصورة حقيقة موجودة في كنيسة بيتر القديس بيتر في الفاتيكان والرب جالس فوق ملاك أنثى يتنقل من مكان إلى آخر إذن ركب على كروب وطار ورؤية على أجنحة الريح وهو راكب فوق الملاك ركوب الريح ركوب الرب على الملاك تكرر في مواضع كثيرة من الكتاب المقدس من بينها حزقيال 9 على 6 يقول ومجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت الرب كان فوق كروب فوق ملاك من الملائكة ثم نزل من فوق الكروب وصعد إلى عتبة البيت أيضا الملك حزقي في الملوك الثاني 19 على 15 يقول وهو يدعو الله عز وجل يقول أيها الرب الإله أيها الرب الإله إله إسرائيل الجالس فوق الكروبين يمتدح الله ويثني على الله فيقول